من جديد يعود الاتحاد الأوروبي للتعليق على تدخل التركي السافر في الأراضي الليبية حيث دعا المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد جوزيف بوريل دعا تركيا إلى خفض التصايد في ليبيا فرنسا من جانبها جددت إدانتها لاستمرار تدخل التركي في ليبيا ودعم أنقرة لمليشيات الوفاق المدعومة من التنظيمات الإرهابية وذلك على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان عقب اجتماع بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والمفوض الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد جوزيف بوريل وأكدت فرنسا ضرورة انتهاء التدخل التركي في الشأن الليبي وخلال الاجتماع ذاته أكد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس أن الاتحاد الأوروبي جدد إدانته للانتهاكات التركية في ليبيا كما أعلن أن مذكرة التفاهم التي تتذرع بها أنقرة لتدخل في ليبيا مرفوضة تدخل سافر لأردوغان في الشأن الليبي وانتهاك واضح لحظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا ليبرهن على سياسة النظام التركي الاستعمارية وأطمعه في ثروات الشعب الليبي ترجمة نانسي قنقر